عاجلة الاقتصاد تعطلت وأنشطته علقت حتى إشعار آخر هكذا أثرت الجائحة في بدايتها على مناخ الأعمال دوليا ووطنيا الحادي عشر من مارس أنشئت لجة اليقظة الاقتصادية بتوجهات ملكية سامية لمواجهة عكاسات الوباء على الاقتصاد وتحديد الإجراءات الكفيلة بالحد من أثار الجائحة خسائر الاقتصاد المغربي بلغت ما قيمته مليار ديرهم يوميا طيلة فترة الحجر الصحي هذا الحجر الصحي فرض واحد الشلال بالقطاع الاقتصادي والزراعي والفلاحي لأننا كان عارفوا المغرب كانت كثيرة محاور أساسية هي الزراعة بما فيها الصيد البحري والصناعة التحويلية والخدمات للضرر الكثير من هذه الأزمة والقطاعات الخدماتية ونخصوه بالذكر السياحة والضيافة نقل بأقل مستوى كان هناك مجموعة من تدابير تتخذ منذ البوادر الأولى لهذه الجائحة في بلادنا أهمت تدابير ذات طبع ضريبي حيث أنه تم تعليق المساهمات الاجتماعية بالنسبة لمقاولة المتضررة حتى الثلاثين يونيو كما أنه تم تأجيل تصريحة ضريبية بالنسبة لطبيعة المقاولة التي ترغب في ذلك النظام البنكي وكب كذلك المرحلة باتخاذ مجموعة إجراءات غير مسبوقة في السياسة النقدية بالمغرب بحيث تم خفض سعر الفائدة الرئيسي من 2.25 إلى 2% ثم بخفض المرة الثانية وصل إلى 1.5% في ظرف وجيج جداً جزء المرحلة يتم تخفض هذا معا كذلك تخفض الاحتياط الإلزامي للفنوك الصفر وهذا يمكنها من ضخ واحد عشرات المليار الدرهم التي تمكنها من سيولة ومن إمكانيات النتوة بالمقاولة من حيث التمويل وهذه كلها إجراءات التي لا يمكن إلا غير نشجعها ونشيد بها لأنها فعلا هي ترسانة من هذه التدابير لكلها في إعلان مكنات المقاولة من مواجهة هذه الجائحة رغم ظروف الجائحة وتأثيراتها سهم الاقتصاد المغربي في استمرارية العمل في السوق الإفريقية بحيث حافظت مجموعة من الشركات على نشخطها ببلدان القارة بشكل يؤمن حاجياتها ويدعم استقرار الاقتصادين الوطني والقاري الشعلة الخدمات المغربين طرقت كثير في هذا البريود نحن نزمان تاريخ دينا ونسيزي دي اوپورتونيتي فيما كانت الوپورتونيتي كان نحاولون نستغلوها ونطلقوا منها باش بوردوني البلوس والبريفليج ديال البرودي دينا وديال السيرفيز دينا بجموعة الأصدقاء اللي كان عرفهم لا في الكود ديفوار لا في بولدان أخرى اللي بقوا في نفس الوريس وكانوا حسنوا كتر في الرندمان ديالهم المغرب سجل في هذه المرحلة تحسنا في شروط تمويل الاقتصاد مرد ذلك إلى قيام البنوك بتليين شروط التمويل على إثر انخفاض تكلفة إعادة تمويلها لدى البنك المركزي الناجم بدوره عن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5% مما سيكون له وقع إيجابي على ولوج المقاولات للتمويل وتحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وخلق فرص شغل ترجمة نانسي قنقر